بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فهذه حلقة جديدة في فتاوى الرحمة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ليعيننا لنبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله بما يرضي الله ورسوله اللهم أمين السؤال الأول لو سمحت كنت عايزة أعرف الحكم لو أنا بعدت عن أمي طبعا أنا قرأت السؤال أمها تسبب لها مشاكل في حياتها الزوجية هذا وارد نعم ونعترف به وتسألني هل يمكن أن أبتعد عنها لأنني ما عنت قادرة أن أستمر وأن أتحمل أقول لها ناصحا أمينا لا تفعلي ذلك يا ابنتي اتق الله في أعز الحبايب إنها أمك وأنت أولى بها من غيرها من غيرك تقدم بها العمر وربما اضطربت بعض الأمور لديها من الناحية العقلية ومن ناحية الفكر فإذا صدرت منها أي أذية لك تحملي واصبر عليها واعلمي بأن أجرا عظيما ينتظرك عند الله رب العالمين إن شاء الله فلست مخيرة أبدا أن تبتعد عنها لكن لو كانت مع شقيق لك مثلا هذا الشقيق متزوج وهناك من يقوم على خدمتها لست مطالبة بأن تلازميها ملازمة لا لكن تترددين عليها من حين لآخر بقدر الحاجة وبقدر تقديم المعاونة لها في أي أمر تستحق فيه المعاونة لا تحرميها من الأنس بك ولا تحرميها من تقديم العون لها ما دامت محتاجة لذلك وما دمت قادرة على بذل المعروف لها صبرك عليها باب من أبواب الجنة إن شاء الله فأوصيك بأمك خيرا لو سمحت يا شيخ الرجل زوجها يعني تزوج وكان فقيرا وظروف المدية صعبة وزوجته وقفت إلى جواري وساندته إلى 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 آخري قامت بواجب عظيم تجاه زوجها وهو في مرحلة الفقر ثم جاءت في نهاية الرسالة وقالت وبعدين أما ربنا يرزقه يتجوز عليها دم الظلم ليس ظلما ليس ظلما الظلم ظلم لكن مجرد أن يتزوج المسلم بامرأة أخرى سوى زوجته ونعتبر ذلك ظلما في ذاته هذا هو الظلم بعينه لا يجوز لا يجوز مطلقا كل الذي نستطيع أن نقوله له يا فلان اتق الله في أهل بيتك واتق الله في هذه الزوجة التي ساندتك ووقفت إلى جوارك في أيام الفقر فأحسن إليها وأكرمها ولا تحرمها من حقها فإن كنت قد تزوجت هذا حقك لكننا نطالبك بالعدل بين زوجتيك وأن تتقي الله في الأولى وفي الثانية نعم هذا الذي نستطيع أن نقوله له ولك لكن أن تعتبر مجرد الزواج من الثانية ظلم لا لا لست معك مطلقا قد يكون لديه المبرر ويكفيه يكفيه أن الشرع الحنيف يعطيه ذلك الحق أسأل الله أن يهديه ليعدل بينكما هذا ما عندنا في هذه القضية يا شيخ ماذا تقول في زوجة كانت تعامل زوجها بحب ورحمة ومودة وتتقي الله فيه ولكنه يقابل كل ذلك باللا مبلاه وكأنها لا شيء حتى أصبحت باردة المشاعر وتطلب منه الطلاق وهو يرفض وغيرت معاملتها له غصب عنها كما تقول بسبب معاملته نحن نوصي هذا الزوج أن يتقي الله في هذه الزوجة أنا قدمت حلقات كثيرة جدا في حسن معاملة الزوجة بما يرضي الله وأن يعاملها بالمودة والرحمة التي أفصح القرآن عنهما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة يا سيدة يا سيدي زوجتك تريد أن تعاملها بالمودة والرحمة وأن تسمعها من حين لآخر ما يصرها من كلام المودة والمحبة والرحمة كل زوجة تريد أن تسمع من زوجها ما يصرها في هذا المقام بعض الذين يتقدم بهم العمر يقولون وهذا خطأ كبير لقد وصلنا إلى سن ما عادت فيه تجدي أساليب المودة والرحمة أو أن نضيع الوقت في ذلك لا هذا كلام خطأ ومنطق غير سديد وأنا أقولها بما يرضي الله مهما تقدم بك العمر فإن زوجتك في حاجة ماسة أن تحسن معاملتها بما يرضي الله وأن تسمعها ما يصرها من الكلام الطيب الذي يسعدها ويطمئنها كذلك على مستقبلها في بيت الزوجية والمحبة ليس لها سن أو المودة ليس لها سن ردا على بعض الذين يسيئون التعبير في هذا المقام وأولى الناس اسمع أولى الناس في حياتي بمودتي ومحبتي ولغة المودة والمحبة هي زوجتي هي زوجتي نعم أضف إليها أضف أباك وأمك طبعا ذو الأعز الحبايب فأنصحك لوجه الله أن تحسن إليها حتى يعني إيه تستل هذه المشاعر العدائية التي بدأت تتسلل إلى فؤادها جوزي آذاني وأردت الطلاق فقال لي ليس لك أي حقوق عندي وهو يعلم أني لا أستطيع أن أرفع قضايا فهل يحق لي أن أخذ حقوقي من المال الموجود بالمنزل وأخذ العفش علما أني سألت أحد المشايخ في المسجد فقال لي يجوز ذلك أنا أولا أريد لك أن تصور عليه وأن تتق الله تبارك وتعالى فيه وأن تستمر الحياة الزوجية بينكما بالمعروف بدلا من الطلاق ولكن إذا وصل الأمر إلى درجة الطلاق وتحتم الطلاق ولم يكن هناك حل سوى الطلاق وإذا يعني وصلتم إلى درجة عدم القدرة على إقامة شرع الله عز وجل بينكم أو بينكما فلا مانع من الطلاق في هذه الحالة ولكني أرجو ألا تمدي يدكي إلى أمواله إلى أمواله حتى ولا إلى الجهاز الجهاز حقيق نعم هذا حقك ولكن هذا الحق نطلبه عن طريق القضاء لأنني أخشى أن تمدي يدكي إلى شيء من ماله أو إلى شيء من الجهاز فيسيء التعامل معك وربما آذاك وتعقدت المشكلة وربما وصل الأمر إلى أن العائلة التي تنتمين إليها تدخل في مشاجرات مع عائلته هو وندخل في مشاكل لا حصر لا الأولى أن نلجأ إلى القضاء هذا الذي أنصح به ولا أسمح لك أن تتصرف كما تريدين فإن ذلك يشكل خطراً عليك أنا كنت عامل شهادات بنكية بفايدة المهم شهادات الاستثمار وتقول لي شهادات الاستثمار لها فوائد وأنا لا أتقاضى هذه الفوائد فماذا أفعل بالفائدة وبعضهم يقول لو تصدقت بها لن تنتفع بأجرها لأنها أصلاً فائدة بنكية محرمة سمعي وليسمع أبناء المسلمين جميعاً هذا الكلام المال الذي في أيدينا الأصل فيه أنه حلال الأصل فيه أنه حلال ونحن الذين نسيء استخدامه وتوجيهه في غير ما أراد الله فنشتري به شهادات أو نتعامل به مع البنوك الربوية وبعد ذلك نسأل الفائدة على كل حال الفائدة التي خرجت بدلاً من أن نتركها للبنك تتراكم ويقرض بها المعسرين وبفوائد بنكية لا يمكن لك أن تخرجيها أو أن تلفقيها في بنود كثيرة من بنود الإنفاق في سبيل الله عز وجل حتى لو قدمت للفقراء والمساكين أيضاً لا شيء في ذلك أبداً ولا أستبعد ولا أستبعد أن يأجرك الله عليها إن شاء الله لا أستبعد لأن مجرد أنك حريصة أن لا تدخليها إلى بيتك ومجرد أنك حريصة أن لا تنتفع بها في مطعم أو مشرب بالنسبة لك ولأهل بيتك وأولادك هذا يدل على شيء من التقوى موجود عندك فأخرجيها وأنفقيها في سبيل الله وأسأل الله أن يتقبل رغم أن ربنا سبحانه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا إيه إلا طيبة ولكن مع كل هذا أجيز لك أن تخرجيها وأن تنفيقها في سبيل الله وأن تحولي هذا المال إلى بنك إسلامي يعني ينفذ شريعة الله تبارك وتعالى هذا أفضل وهذا حل جذري للمشكلة من أولها عندي بنت سبعتاشر سنة لبست النقاب من سنة مش راضية تخلع النقاب أمام النساء والمحارم أعمام وأخوال يعني وتقول أن أنا عهدت الله ألا أخلع النقاب أن لا أخلع النقاب أبدا غير أمام إخوتي وأبي وأمي لا يا بنت يا بنت يخلع النقاب عادي جدا أمام أمام الأعمام والأخوال أنا واضحة ما قلتش لم أقل أمام أبناء العم وأبناء الخال لا لأن دول في حكم الأجانب ولكن أمام عمي وخالي وأمك تلح عليك حتى لا يشعر عمك يعني بالحرج وحتى لا يشعر خالك بالحرج لا استجيبي لنصيحة الأم وتحرري من النقاب أمام العم وأمام الخال ولا تسببي حرجا لأمك وعمك وخالك هذا حكم الله أخي العزيز أنا عمر من أهل العراق سني والحمد لله أسكن مع مجموعة من الشيعة في غرفة واحدة في سكن جامعي هل يحل لي الأكل من أكلهم من لحوم وغير اللحوم والمهم نعم يا بني نعم يجوز لك أن تأكل من طعامهم ذا زكار رب العالمين يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وهم في الأصل مسلمون نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الطريق المستقيم وأن يحررهم من كل شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى لكن على كل حال ينبغي أن نحصن الظن بمسائل الطعام والشراب ونظنهم على كل حال من المسلمين وإن كانت لهم مخالفات جسيمة عن أهل السنة لكن في قضية الطعام والشراب أسمح لك والشرع يسمح لك أن تأكل من طعامهم وشرابهم هل في الصلاة المفروضة أو النافئلة كم تكبيرة كبرها النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرات الصلاة كلها معروفة من أول تكبيرة الإحرام وافتتاح كل ركن من الأركان يا ابن دي مسألة معروفة تماما ولا تحتاج أن نتوقف عندها رحمك الله زوجي مش بيكشف دي مشكلة في الحقيقة هذا الرجل متزوج منذ ستة أعوام ومصر ولم ينجب حتى الآن وكلما دعته زوجته أن يذهب إلى الطبيب أو إلى التحليل ولا لا لا لست معك مطلقا أسأل الله أن يمنى عليك بالغلام والجارية ستتغير ملامح الحياة تماما أمام عينيك بإذن الله الإسلام من صلب الإسلام الحنيف الذي نتشرف جميعا بالانتماء إليه الأخذ بالأسباب إن شاء الله مجرد أن تتحرك إلى الطبيب أو إلى المعمل للتحليل بإذن الله هذا سبب كاف جدا إن شاء الله أن يغير الله حالك إلى أحسن الأحوال وأن يمنى عليك بغلام تقر به عينك إن شاء الله فزوجتك محقة جدا وهي تدعوك إلى الذهاب إلى الطب إن شاء الله وإلى التحليل وأنا معك أدعو هذا الزوج المبارك إلى القيام بهذه المهمة وأقول له والله مجرد إننا شخصيا حددت موعدا لزيارة الطبيب يسر الله أمرنا وفرجها مجرد تحديد الموعد فأسأل الله أن يهديك ويهديني معك إلى الطريق المستقيم ويهدي كل أبناء وبنات المسلمين أشكر لكم متابعتكم ومشاهدتكم الكريمة وأرجو أن أكون قد وفقت للإجابة على أسئلتكم ونلقاكم قريما على خير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته